طب تحب نستعرض مع بعض كده كمان مشاهدين يشوفوا أهم المشروعات الخاصة بوزارة الصحة نتابع مع بعض نشوف أهم المشروعات دي المشروعات القومية وزارة الصحة وطبعا إحنا الآن في شهر ديسمبر 2023 هنبدأ أول حاجة المشروعات القومية وزارة الصحة الفترة من يونيو 20 إلى 23 فنبدأ نتكلم فيها إحنا حبينا الفترة اللي فاتت نشتغل على ما نطلق عليه النمازج النماطية طب إيه موضوع النمازج النماطية دي ببساطة شداء جدا لما بنخش محافظة جديدة من محافظات المؤهلة للتأمين الصحي أو المرشحة للتأمين الصحي بنلاقي إن إحنا عندنا كتلة سكانية تكافئ عدد أسر لقينا إن فيه وقت كتير جدا بيضيع فيه وقت من التصميمات ومشابه فقلنا نعمل نمازج نماطية نموذج للمية سرير نموذج 200 سرير نموذج لربعمية سرير وده اللي نكحة فيه لوزارة خلال السنتين اللي فاتوا وقدرنا نوصل لنمازج اقتصادية نماطية في تصميم المستشفى تمام هنا حتى بتقولي نموذج 400 سرير يعني معناها أنا بتكلم عن مستشفى كبيرة بالضبط دي أقرب المجمعات التطبيقية بالضبط إي فهمتين سرير تأمينين سرير ده حجم المستشفى الطوارئ طبعا بنستخدمها لما يكون عندنا طرق سريعة في بعدنا مستشفى طوارئ زي ما بسنا عاملين طوارئ لسخنة عاملين طوارئ في محافظة شمال سيناء في بغداد وفي رمانة ففي بعض الطرق السريعة ما بنعملش مستشفى كبيرة بنعمل مستشفى طوارئ واستقبال عشان لا قدر الله لو في حد من أهلنا في الحياة صحيح تبقى حاجة سريعة وفيها إسعاف للناس بالضبط فبقى زي ما حارك شايفة بقى عندنا نمازج موحدة عشان ما ضيعش وقت الدولة ووقت اللي استثمارات فيه إجراءات ورقية أو مستندات ليبقى عندي بلوك جاهز هو خاص بالمستشفى فيه هنا نقطة مقترحة استغلال الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة دي نقطة مهمة تمام لأن جزء من تنمية المدن الجديدة زي ما فيه إسكان وزي ما فيه طرق وزي في حاجات لديه مكون في خدمة طبية عشان كده بنعمل دلوقتي دراسات مع وزارة الإسكان في استغلال الأمثل للأراضي المخصصة للنشاط الطبي طب هي أفضل نموذج اللي يتحطى في هذه النمازج وده ما كود كبير قوي معمول بيننا وبين وزارة الإسكان